بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة أنا بهذا الفيديو بدي أحكي كلام واضح وصريح وما فيه تكليف ولا مبالغة رح يكون كلام من طيبة قلب لكل حدا بشعر بالإحباط أو لكل حدا بشعر أنه أنقص من غيره في رأي تتابعوا الفيديو للنهاية لأنه فيه معلومات فيها طاقة إيجابية ومفيدة للغير إن شاء الله تعالى لكن سامحوني رح يكون بعد فاصل صغير وبعد ما نسمع مقطع من الأدان موسيقى 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 وحيكم مرة أخرى ويعطيكم ألف عافية وسعد أوقاتكم طبعا لأنه الوقت مهم جدا بالنسبة إلي أو بالنسبة إلكم فإن شاء الله تعالى ما رح أطول عليكم بالحديث بداية شغلة الغلائية اللي صارت في تركيا آخر فترة ذكرت هذا الشيء في فيديو منفصل عن الغلاء إنه رح أصور فيديو عن الخضار وعن ملابس والأسعار الغالية اللي صارت في تركيا آخر فترة لكن درست الموضوع ولقيت منه من الأفضل حديث عن أمور فيها طاقة إيجابية يعني معروف إنه تركيا بلد الجمال بالطبيعة بجمال الأماكن السياحية بجمال الأطعمة لذتها فالإستمتع باللحظة الحلوة أفضل ما إنه الإنسان دائما يركز على الأمور السلبية دائما يركز على حياة إيجابية ويتطلع وين الجوانب الإيجابية وينشد اتجاهها وما يخلي السلبية أبدا إنها تأثر عليه سواء من المحبطين حواليه أو سواء من الظروف اللي بتحيط حواليه أو من الصعوبات اللي بيواجهها يعني الفيديوهات اللي بتشوفوها حضراتكم أنا جمعتها بفيديو واحد حتى أحكي من خلالها وهاي الفيديوهات صراحة أخذتها من أحد المعارف تخصصهم برحلات سياحية في تركيا لأنه أنا أصلا قناتي اسمه Green Life أنا لا أقبل على نفسي إنه أرفع فيديو لليوتيوب يبث السلبية أو الطاقة المحبطة خلينا نعتبرها ما فيها motivation التحفيز للآخرين الإنسان يلي بعيشوا في هاي الظروف في هاي الحياة بكفي ما فيه إنه أنا كمان أجي وزي ما بيقولوا نحط بنزين على النار ما هيك اللي بيحكوا المثال على أساس إنه أزود على المشاهدين أو على المستمعين ما هم فيه لأنه معروف إنه جميع الناس تعيش نفس الظروف خاصة في أجواء اللي إحنا منعيشها أجواء كورونا أجواء الأمراض أجواء الحروب خلينا نقول يكفي الإنسان ما فيه فحرام إنه الإنسان يكون عايش بمثلا فيه ظروف صعبة ويجي غيره يزود عليه ظروف أكتر أنا لما أرفع فيديو فيه طاقة إيجابية غيري بيستفيد لأنه فيه كتير ناس بتبحث عن هذا الموضوع أول موضوع موضوع اليوتيوب صراحة بدي أتطرق لموضوع اليوتيوب موضوع الربح من اليوتيوب في شغلة الربح من اليوتيوب في كتير ناس صارت هلأ تسعة وراء الرزق وخاصة في أجواء كورونا يلي صارت إنه الناس معظمها تركت وظائفها وتركت أعمالها المهم إنه يقدر يعيش هو وأولاده وعيلته لكن للأسف في البعض بيئذي الآخرين في سبيل إنه يحصل على الرزق فشغلة اليوتيوب آخر فترة يلي صارت معظم الفيديوهات أنا طلعت عليها يعني صار الكل يضارب على بعض بشغلة عدد الساعات وشراء العدد المشاهدين وعدد الربح في اليوتيوب طبعا أنا الحمد لله يعني لا أرغب صراحة بالربح من اليوتيوب لأنه الرزق من الله إذا بدي أربح إذا بدي أكسب إذا بدي أخذ رزق فبأخذ من الله عز وجل وأول رزق حابي إني أستفيد منه إنه أنا أستفيد بنشر المنفع والفائد للغير وأنا أستفيد أيضا إنه يكون إلي أثر إيجابي فدعم الإنسان ينشر الخير أفضل من نشر الشار وإشي إيجابي استفدت أنا منه وفدت غيري وليس منفع مادية أنا بنظري لي مو كل شي لفلوس فأنا فكرة اليوتيوب بس عجبتني إني أحكي رأيي مثل الآخرين ما بيشاركوا آراءهم بيشاركوا أفكار الرزق من الله عز وجل يعني في كتير فيديوهات يوتيوبر ما شاء الله قنواتهم رائعة قنوات يعني محفزة فيها طاقة إيجابية وفيها معلومات صادقة قنوات للأسف بتدر بالآخرين حتى نحن العرب سبحان الله حتى في اليوتيوب يعني بالبلاد الغربة بقولوا العرب ما بيساعدوا بعض أيضا باليوتيوب يعني حرام ما تساعدوش بعض يعني كل واحد يقدم معلومة إشي صح إشي غلط حتى إنه هذا يزيد أرباح وهذا ما يزيد أرباح يعني فيه واحد بأحد اليوتيوبارات عجبني طريقة كلامه إنه يعني بعرض أرباحه وبحكي بطريقة واضحة وبطريقة إيجابية جدا ما فيها شيء يعني حتى إنه غيره يفيد غيره حتى إنه يعطي الفائدة لغيره المنفع لغيره وهات كتير راقية وتعليمية ومفيدة كي ما ذكرنا نحن صرنا بيعصر العولمة السريعة الله أعلم في المستقبل لوين توصل للعلومات ولوين توصل للتكنولوجيا أو إنه تتوقف جميع التكنولوجيا ونعيش مثل العصر الحجري كما ترغب بعض الدول هذا الشيء بيضل عز وجل والرزق بييد الله عز وجل تعلمت إنه الأوقات اللي أكون فيها فاضي أسوي شيء أفيد غيري أو أستفيد أنا والحمد لله صارت فكرة شغلة اليوتيوب إن شاء الله بتكون فكرة ناجحة لإنه كتير أوقات بتمر علي إنه يعني أنا فعلا أنا ما برغب إنه أكون مثل اليوتيوبر المشاء الله يعني في كتير يوتيوبر في المنصة بيشتغلوا يعني بطريقة محترفة أنا مو جاي حتى إن أقول أنا صرت يوتيوبر هلأ نقطة أخرى كيف تكون إيجابي لنفسك وكيف تتأقلم مع الصعوبات التي حولك وتتخطاها هو الصعوبة بتواجه الإنسان بالغربة اللي هي اللغة طبعاً لا بد إنه الإنسان يتعايش مع الظروف الجديدة بدل يتأقلم معها بتعلم لغة البلد لأنه تعلم لغة جديدة تعتبر من الأساسيات يعني في بلد غير بلده فدام الإنسان بطبعه فضولي أي شيء بيشوفه أمامه بيلفت انتباهه فالإطلاع على اللوحات الإعلانية اللي بتكون موجودة أيضاً في الشوارع أو أي كتاب يقع نظره عليه أو حتى المحلات والنوفيتيهات عادةً بيكون عليها كلمات يفضل قراءتها فنحن منكون في بلد غير بلدنا يفضل إنه نقرأ أسماء الشوارع نقرأ أسماء المحلات وبهيك مع الوقت بتزيد حصيلة الكلمات اللي موجودة عنا حاول معرفة ترجمة هاي الكلمات شو معنى هاي الكلمات طبعاً جوجل ما بيعطي ترجمة دقيقة فالطريقة الأدق والأفضل إنه نضع الكلمة اللي إحنا مثلاً وجدناها أو الجملة عن طريق محرك البحث وأصلاً بيعطينا جميع الخيارات حتى بالإضافة إلى الصور للتابعة لهاي الكلمة أو لهاي الجملة اللي إحنا حاولنا إنه نبحاث عنها هيك بتزيد حصيلة تعلمنا مع الوقت يعني صراحةً أنا هاي الطريقة لقيتها طريقة فعالة وناجحة حتى الحديث مع الآخرين أيضاً إلو فاعلية إنه الكلمات يلي ما بنعرفها نحاول إنه نلقط الكلمات بطريقتنا نكتبها ونترجمها ونعرف شو معناها كما لابد أن لا نتغاضى فلا نشعر أنفسنا بالنقص إنه نحن لا نعلم بلغة البلد نحاول إنه نروح ونحضر ونسمع ونتعلم كلمات جديدة ومع الوقت كله بصير أفضل يعني إحنا إن فكرنا بطريقة إيجابية بنقدر إنه نشجع أنفسنا ومنقدر ننجز ومنقدر نحقق لكن إن أشعرنا أنفسنا بالنقص وعدم الثقة بأنفسنا وبقدراتنا فما حنحقق شيء وحنضل في نفس المكان على فكرة السورة اللي أمامكم هاي قطرات من الماء يعني كانت على الباب فمنظر كتير أنا عجبني أنا بحب الشروق منظر الشروق ومنظر الغروب يعطي طاقة إيجابية صورت المنظر بهذه الطريقة وكان كتير حلو سبحان الله على إبداعه في خلقه فدائما الإنسان يفضل إنه يكون لسانه حامد شاكر قلبه راضي وعنده قناعة وما بيسلم أموره للمحبطات اللي حواليه سواء كانت من أشخاص سواء كانت من الحياة سواء كانت من الصعوبات لأنه بالنهاية إحنا الخسرانين إما منخسر أنفسنا إما منخسر عقولنا إما منخسر ديننا فحتى نحافظ على هاي النعام لابد أن نكون أقوية فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وهذا هدف الشيطان يجعل الإنسان دائما حزين فما نستسلم للندم والحزن طب الله مفتوح دائما بالدعاء واللجوء لله نستسلم لوساوس الشيطان لحتى يدب الحزن في أنفسنا بالعكس لازم نكون أقوياء ونحكي قدر الله ومشاء فعل على سبيل المثال الحادث اللي صار معي أيضا فيه الحمد وفيه الخير يعني فيه ناس بتحكي لين نتعلم لغة البلد اللي إحنا فيها لين تعب؟ خلص فيه مترجم هاي بالنهاية قناعات فيه هدف كان من وراء تعلم اللغة إن استفادت منها بحيث لما صار معي الحادث استفادت منها في الاجتماعات في المدارب منها بكل شيء حولي وفضل لله إنه الواحد ما بحتاج إلا غير وجه الله تعالى الحادث أيضا اللي صار معي أيضا نعمة وليس نقمة ليه؟ لأنه فيه راحة أجت علي أوقات وظروف تعبت فيها جدا فزاي كأنه قربنا أعطاني بريك إنه التاحي خلص بكفي هاي رسالة من السماء فعشان هيك دائما أن الواحد يحمد الله على كل شيء بيصير معه لأنه فيه من وراء حكمه واتيقنوا تماما إنه هذا الكون كله بإيد الله عز وجل يعني لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتبه الله ولن ينفعوك إلا بما كتبه الله بما معنى الحديث كفعت الأقلام وجفت الصحف فما نهاب حدا ولا نخاف من حدا لأنه الله موجود فلذلك نستمتع باللحظة لأنه نحن فيها يعمل على خلافة الأرض لأنه الله جعلنا خلفاء في الأرض فنعمر الأرض بطاقة إيجابية وبإجتهادنا وبإخلاصنا وبحبنا للآخرين أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه في محاضرة حضرتها لدكتور على اليوتيوب بتكلم بطريقة إيجابية لا مرائع وموزون إنه الإنسان الطيب في هاي الأيام بيعتبروه للأسف أهبل لكن بالعكس اللئيم هو اللي بتصف بهاي الصفة فالإنسان لما يشعر إنه طيب يهدم بالعكس هو عم بيسوي الصح لكن يفضل إنه الإنسان يكون كيص فطن حتى الناس إنما تستغله بتمنى رسالتي بالفيديو ترجمة نانسي قنقر